بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للتوجين والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم القدوة أو ترى ترى القدوة هي بمعنى القدوة بمعنى الأسوة بمعنى التشبه يعني أن تتشبه بمعنى الإعجاب أحيانا يصل من الإعجاب التقليل المحاكاة التمثل كل هذه يعني أنواع أسماء لتؤدي معنى القدوة القدوة لماذا قال اللي قد كان لكم في رسول الله السوداء الحسنة لأن الفطرة البشرية الحقيقة يا شيخ الفطرة البشرية تميل إلى قدوة تميل إلى التقليل والإعجاب لأن الشخصية اللي تعجب بها أنت تكون أكثر تأثراً وأسرع من الكلام الواعظ والناصح والخطيب جيد لا شك مفيد لكن الأسوة القدوة أشد عندنا مثل عامي ويقول أنه هو فصيح يقول الطبع سراق الطبع سراق بمعنى الطبع الذي عهد الإنسان سراق بمعنى الناس ستأثر ولهذا طبعاً وكل مراحل العمر لها نوع إعجاب الأقفال يعجبون بمراحل بأمهاتهم بآبائهم بنظرائهم وحيناً مع سهل الأفلام الكلتوني لآخري الشباب يعجبون بأنواع معينة من أصحاب البطولات ولا أصحاب الشخصيات سواء بحركاته بلبسه يعني طريقة الجاذبية تختلف بمعنى أن طبيعة الإنسان يحب التقليد ويحب المحاكاة ومن هنا جاءت خطورة القدوة خطورة القدوة جاءت من فعل أن الإنسان بطبعه يميل القدوة والخطورة أشد هو أن التأثير غير المباشر هو مشكلة